السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الصراحة من العبد من قناة دروس عالمية اونلاين ان شاء الله هنكمل مع بعض اللي احنا بدأناه من حل نمازج كتاب المعاصر للصف الاول الثانوي هناخد النهاردة النمازج التاسع ولما كنت شفت النمازج اللي فاتت هيظهر رابط قائمة تشغيل مراجعة النهائية للصف الاول الثانوي في اعلى الشاشة انا بكلم دلوقتي او هسيب لك الرابط في الوصف اسفل الفيديو او هسابت لك الرابط في التعليقات اسفل الفيديو نبدأ بقى مع النمازج التاسع وزي ما احنا عارفين النمازج التاسع عندنا متقسم تلات اجزاء جزء خاص بالجرامر وكلمات جزء خاص بالبسج للقطعة قطعة الفهم يعني وعلى اسفلها تشوز وجزء خاص بالايه لو قون عليك جزء المقالي الترانسليشن الترجمة والايه والايساي تمام انا عايز افقرك ان اسفل الفيديو فيه رابط لمزاكرة جميلة جدا جدا عن المقال كان بعضوك وطلبها هتعجبكوا او ان شاء الله خشوا عن الرابط وحمل الله هتعجبك او بإذن الله نبدأ بقى مع اول حاجة اول سؤالين دايما في المتحان اختار اجابتين من خمسة اول حاجة يقول لك يعني اي من التالي يعتبر يعني متضادات لكلمة عايز كلمتين عكس كلمة الاول معناها قاسي طيب برضو معناها وحشي او قاسي ما تنفعش معناها وحشي ديات معناها عاطفة ديات ينفع تمام غير طيب بتساوها تقريبا صاحي كده ما ينفعش اما اللي تبقى ايه رحيم ازن الاتنين دول دول عكس كلمة جزء من وظيفتي يكون هو اللي اعتناء بالايه بالزباقين الكبار السن يبقى هنا تنفع وكمان تنفع جزء من وظيفتي انقى عن تاني يبقى تقولك والي اتنين معناهم صح بعد كان هنا بقى هتختار ايجاب واحد بعد العاصفة بجد ايه خاص بالسفينة بالقرب من الشاطئ اول حاجة طبعا هتبقى ايه اي دابلو بعدها قرف اول كلمة هتبقى دابلو هنا يعني حطام السفينة اللي بنولي عليها الضماضة زي الشاشة اللي بنربط به الجرح يعني اللي هي الاصابة وكلمة ديستانت مساخ ما ينفعوش نمبر فور يعني عصابة من ايه سيارة والسيارة بتاعتي طبعا عصابة من اللصوص يبقى لتربي طبعا يعني ثقوب سبلايز اندادات برينكس مشروبات نمبر فايف نوع تز دراي باودر كونتستين اف اكسترام لسمال بيت اف ديرت يقولك هي عبارة عن مسحوق جاف يتكون من ايزا بولو ايه يعني اجزاء صغيرة جدا من تنهات الصغر بالنسبة لليه من التراب يعني بتبقى في المباني على اساس الأرضيات لو لم يتم الحفاظ على هذه الأماكن نظيفة يبقى ده اسمه طبعا هيبقى دست لو ايه لو التراب طبعا كلمة بيرن يعني حرق متنفعش الغلاف او التغليف ساندري ما المنفعوش نمبر سيكس هيدروف زابترول لوري نوات زا فاير برنين هاوس تو ستوب مور فاير فروم بريكين اوت عايزو لك ان هو يعني قاد اللوري اللي هو في البنزيم ده بعيدا عن المنزل المحترق ليه تو ستوب مور فاير عشان يكفل نار زيادة يعني فروم قلت كلمة اوي بس لا ده اوي بس هنا المفروض كان لك ايه ويحط نقطة وجملة انتهت كده تبقى المعنى صح لكن بدل اللي جزء تكملها بعدها يبقى بعيدا عن ايه تمام يبقى هنا في غلطة في السؤال بقى عشان قبل بس منسى يشتوب لي الاند ديت وسي يعني اتنين دول دول زيادة دول غلط دي غلطة في السؤال وقالوكوا الاجابة الاخرانية فعاكتين بس ايه و بي تمام نشوف كده اي نوات زت وي سبند زميد يير هوليدي ان اسوان وار اتس وورمان صاني انا بعمل ايه ان احنا عايزين ننقضي اجازة المتصف العام فاسوان وار اتس وورمان صاني يعني بيجاو بأدافة قوي ومش هنا كلمة تنفع وكلمة تنفع تمام لاني دولين فايجيب وراهم زت واجيب جملة كم تمام ومال بلاي ملاشا اعلقة بالمعنى هنا فاليجابة الصحة تبقى ليتوارد دي يبقى ايه نوبر ايت يعني ايه ان انت تسافر من مكان لمكان اسمها تتجول اللي ايه لجيت اراوند يبقى هنا معنى يتجول يكتشف جو اوت يخرج يضغط نوبر ناين والله المفترض ان انا ايه يعني ماشي على رجيم معين او على نظام غذاء معين يبقى ان المفروض ايه ماكلش اكل كتير لو قلت يبقى شونت فيها هنا اختيارات ممكن اكل ممكن لا انت بتقول انت مشي على نظام غذاء يبقى ممنوع طبعا انت تاكل اكل كتير يبقى هنا مصن خدها كالزام او ضرورة منع ممكن تقول نصحها قوية ده كله ينفع مع مصن نوبر تن اف هي ريد مصر انت قلتها ريد ليه ما قلتش ريد ليه هقولك ليه دلوقتي لو انت قلتها اف هي ريد يبقى جملة غلطة هنا مفروض كتولة اف هي ريد لان هي بتاكل فعل في اس بدل ما حطتش اس للفعل يبقى كلمة ريد ده فعل ماضي يبقى ريد يبقى اف هي ريد كده انت مصر انت حلت نص سؤال ليه لان القاعدة بتاعت اف بقولك اف ماضي بسيط ودول مصر يبقى ليه تر ايه تمام خليباكم الحتة دي يا جماعة في افعال زي كلمة كلمة ريد زي كلمة شط الامتحان يجيب لك حتة في الجزء ده فخلي بالك لو قبلها فعل مفروض مفروض يحطه لعيس ما حطش اس يبقى الفعل ده ماضي على طول يبقى الحالة التانية اجيبه دول مصدر نمبر دولك البنت اللي اتصابت في الحادثة موجود دولات في المستشفى ركز هنا بقى اولا مبدئيا اخر اجابة غلط ليه يا مصر لاني ذات ما تجيش مع ليه مع الكومة تمام دي غلط طيب عندي مبدئيا برضو ان كلمة الاصل الجملة هنا ايه هي اصل الجملة البنت اللي اتصابت في الحادثة موجود ده جئت في المستشفى انا هنا ايه لو قلت غلط مفروض كان يقول لي كده دي غلط طيب ده بس قم الفين دبري الواسط ما ننفعش طيب انا عايز احذف زمان الواسط يبقى تبقى ليه يا مصر احنا قلنا اصل الجملة واللي ما عوز احدف احذف ضمان الواسط باحذف بعده لما يكون مبني للمجهول تمام واجيب التصريف التالت فقط يبقى هنا فاكرين حالات حذف ضمان الواسط لو كانت مجهول بشيله اللي هو ضمان الواسط واشيل اللي جاي بعد ونسيب التصريف التالت بس لو كانت مبني المعلوم بجيب بس تمام طيب نقاط مصر محمد يقول لك ايه يعني بعد ما تناول العشاء مصر محمد خرج اذا اصله جملكة ايه اصله جملكة افتر مصر محمد هاد هاد هز دينار طب انا عايز اجيب صغة تحل محل الماضي التام لانه بفش ولا صغة فيه متنفع يبقى التالتة احنا قلنا قبل كده ان هافنج والتصريف التالت بتحل او بتعمل عمل الماضي التام كحدث اول يبقى هافنج هز دينار مجرد ما كان العشاء بتاعه يبقى زين هو كان الاول هو محل تام اخبار اخويا الصغير هي نقطة ركز في حاجين فيه كم نقطة هنا لازم تاخد بالك منها اول نقطة لازم تاخد بالك منها ان كلمة طول دو موجودة هنا اذا الجملة دي تبقى غير مباشرة ده اول حاجة تمام الغير مباشر اذا كان فعل القول الماضي بيتغير الزمن داخل الاكواس الا اذا ركز بقى في الاستثناءات بتاعت عند تحول الزمن من ضمنهم الجملة دي دي كان اصلها ايه ممكن تكتفوه تلاتة دول اصلا في زمنهم كان بيجورهم جملة مضة بسيط ودول لا يتحول الزمن بعدهم يعني الزمن بعدهم مضة بسيط يبقى زي ما هو مضة بسيط يبقى لحل بتاعي كلمة ويند طبعا مصر انت بتقول طبعا هنا ات ووز ما انا بغير فيها بقول ات وست اخلا ات وست لكن اللي بعدها زي ما هو مضة بسيط وديت من الاستثناعات عدم تحويل الزمن تمام نمبر فورتين شمس هنا عند اربع سنين تتصرف زي الكبار المراهقين اذا ان ديت لا يمكن يكون عندها اربع سنين يبقى هتبقى كام ده استنتاج قوي في المضارع او استنتاج مبنى على دليل قوي في المضارع ليه مصر عشان قولك مضارعه اذا هتبقى كام لا ينفعش اقول ميت ولا مست ولا شود تمام نمبر ففتين لندن نقط is the capital of Britain is in the south of England يعني ازولك لندن اللي هي عاصمة بريطانيا تعترف موجودة فين في جنوب انجلترا ركز معي واحدة واحدة مبدأ ايان زاد غلط عشان فيه كومة تمام ماشي طيب where دي ايه اداة وصل لا يأتي بعدها فعل اذا برضو غلط لاني جاء ورها is دي غلط تمام فاضل هوم وفاضل تمام زاد غلط ادو الوحد عشان برضو فيه كومة تمام طيب هو عمر غير عاقل يبقى ويتش غلط فاضل عنده هو وهم طيب هو بتنفع للفعل والمفعول العاقل وهم للمفعول العاقل فقط طيب نشوف هنا مبدأين كده من اللي انا قلته حالا لو عمر مفعول يبقى لتننصحه ما جابلش ايه بي ازا عمر مش مفعول يبقى تبقى لأولانية اشتت انا جبتلك ازاي انا جبتها بالاستبعاد طيب نجي نفسر المعنى عمر الذي يعمل في البنك يعيش بجوارنا او في البنزل المجاور ازا عمر هنا فاعل عاقل يبقى هو تمام نجي بقى الجزء التاني في الانتحان اللي هو خاص بالكومبرينش القطع على عشر اسئلة قطع عزيزة وسهلة وان شاء الله اقولك على كل حاجة فيها اولا الحاجة اقولك ايه سيرشينج فور اجوب is not an easy task ولكن ايه البحث عن وظيفة ليست مهمة سهلة طبعا ننكر اقولها task او اقول task والذي ننصح you have to keep reading daily newspapers لازم تستمر في كرات الجراد اليومية and the magazines sometimes وحالة المجلات advertisers المعلنين use the most expensive way of advertising المعلنين بيستخدموا اغلى وسائل اعلان it is the tv advertisement او advertisement والذي ننبرده صح هي طبعا اعلانات التلفاز اغلى حاجة طبعا so applicants فالمتقدمين بقى للوظيف have also to follow watching televisions لازم ابرده يتابعوا مشاهدة التلفاز when you reply to a job advertisement لما بقى تحاول تستجيب او ترد على اعلان في الوظيفة there are some things you should put in your letter لازم طبعا وانت بتكتب الخطاب عشان تقدم الوظيفة لازم ان تاخد بالك من بعض الحاجات you should show that you are interested in current affairs لازم ان تصر ان انت طبعا مهتم بالشؤون الحالية في الفترة اللي احنا فعل مش في الماضي لازم ان تكتب عن صفاتك ومميزاتك that makes you suitable for it اللي خليك طبعا مناسب وملائم للوظيفة دي you also need to write the name of someone who can say that you are an honest and good worker لازم ان تكتب اسم شخص وسطا من الاخر يعني عشان يقول ان انت ايه امين وان انت عامل كويس طبعا الشخص اللي ايه اللي مفروض يوص عليك يعني هو هيبقى الحكم بتاعك يعني المفروض يبقى وصدك اللي هو اللي بتاع لك اللي تتحكم يعني او اللي بيقباله الناس عشان تبقى متقدم كويس الوظيفة لازم ان يبقى عندك تمكن كويس من اللغة الانجليزية لازم ان تبقى ومنظم جدا لازم ان يبقى عندك مهارات خاصة بالحسب الالي كمبيوتر والمعلومات العامة دي الضرورة فالمتقدم الوظيفة اللي ممكن يقول مالديفت خلي بالك مالديفز دي اللي جزر المالديف او دولة المالديف دي الدولة مسلمة موجودة في جنوب اسيا خلي بالك موجودة في جنوب اسيا اللي فيه لقل على جزر المالديف مكان رائع جدا ومنظر فظيع خش على جوجل وكتب كده جزر المالديف ونشوف شكله عامل ازاي الازم där اللي يقول ما يقول جزر الملظيف موجودة في افريقيا ويأصلا موجودة في جنوب اسيا فبالتالي ده أصلا ما يعرفش اي حاجة في اي حاجة. يبدا طبعا ما عندوش معلومات فطبعا هيطردوه برا الموابلة. تمام? نشوف فيها الاسئلة اللي على ايه? على الجزء بتاع القطعة ده. اول حاجة. نمر وان. وفقا للقطعة. اللي هو الحكم بتاع ايه? الموابلة السخصية دات اللي بايه? هيختبرك يعني. المفروض يبقى ايه? شود نوز ابليكانت. هشوفوا لك ايه? المفروض ان هو يعرف المتقدم الوظيفة عشان ايه ييباله. طب نمر تو. ابليكانت شود رايت اباوت. المتقدمين الوظيفة لازم نكتبوا عن ايه? طبعا مؤهلاتهم. واسمات وصفتهم. نمر ثري. كما ذكر في القطعة. لازم الابليكانت يكون ايه? طبعا ماسر انجليش يتمكن من اللغة بتاعته. الانجليزية. نمر فور. كلمة اللي موجودة في القطعة رجع لها كده. ممكن نستبدلها بكلمة ايه? طبعا يعني مناسبة او ملائم. يبقى مقبوح واللي تنصح. تمام? بيسووا بعض يعني. نمر فائف. افضل عنوان للقطعة يبقى ايه? طبعا افضل عنوان. ازاي تكون متقدم لطلبة وظيفة جيد. حتى تقال لك فيك حاجات لازم ان تاخد بالك منها. قراءة الجرائد والمعلمات العامة وكلام ده. ننجيب على نمبر سيكس. في المستقبل. طبعا في المستقبل ايه? اول حاجة الهالة خالص. طمام? صعب جدا انتكد وظيفة. حتى يقول لك مهمة سهلة يعني. نمبر سيفن. اي من التالي يعتبر صفة جيدة للمتقدمين الوظائف. طبعا ايه? لازم ان يبقى ايه? يبقى عنده ايه? يبقى مهاري. تمام? طبعا هنا ما ينفعش اقول لك غير مبدع. لازي كسول. يعني ضايق القفق ما يعرفش اي حاجة. ما ينفعش. نمبر ايت. تبيع عشان تبقى متقدم نجح. لازم ان عندك مهارة ايه? طبعا خاصة بالي ايه? الكمبيوتر. نمبر ناين. كلمة كارن دي معناه في القطع ايه? طبعا ريسنت. قلنا ايه? ما لك كارنة افيرز. دي اشئون الحالية اللي هي ريسنت افيرز. نمبر تن. جينرال نوليج المعرفة العامة. is to get the job. طبعا ديت ايه? ضرورية. يبقى ايه? essential. المعرفة العامة ضرورية. لكي تحصل على ايه? الوظيفة. نجي بقى كده بارت ثري. خاصة بالترجمة والإيساي والمقام. translate into Arabic ترجم اللغة العربية. برضو هقولوا الكلام اللي بقولوا كل مرة عشان الناس اللي لسه هول مرة يشوفوا الفيديوهات بتاعتنا. دايما نجم على ما تجي الترجم وبأكد على الناس اللي قديمة برضو. اقرأ الفقرة اللي قدامك مرة اثنين ثلاثة افهم بتقول ايه. بعد كبدأ ترجم بافضل اسلوب عندك لغة عربية. لو في كلمة ما انتش عارفة. حاول تستنتج معناها. بس ما تسيبش مكانها فاضي عشان تقول مصحة. نقصني درجة على الجملة ديت. لأ. حاول تستنتج المعنى من السياق العام. تمام? على قد ما تقدر حاول تجيب المعنى. طب لو ما انتش عارفة ما تكسبش مكانها فاضي. لو سيت مكانها فاضي هتنص عليه. نشوف كده يعني ممكن نبدأ قول ايه? للمياه او للماء فوائد كثيرة. ايه بقى ديت? احنا بنونا لعب العرب اكسير. خلالي بقى لك. اكسير اصلا معناها تلغة معناها جوهر الشيء. وكلمة اكسير الحياة اللي بقولوا عليها ديت مادة كانوا بيزعمهم ان هي بتطيل الحياة بتاع الانسان. تمام? فلما قول ممكن اقول فهو اكسير الحياة. فهو جوهر الحياة. ايه كان المعنى بقى. يمكن اقول ايه? فهو اكسير الحياة. فهو احد مصادر الطاقة المتجددة. بعد كده ايه? ايه? وقوة المياه المتضفقة مثل الانهار وشلالات المياه تولد ايه? القهربة. يعني كلها بتولد ايه? القهربة. تمام? نيجي بعد كده ترجم الى لغة الانجليزية. وفي بعضكم بايه? ما بيحبش الترجمة ديها بيحس ان هو بلقبط فيها. لكنها سهلة جدا. حاول اول طريق الحل بتاعك ابدأ بالفاعل. شوف الفاعل فين في الجملة العرب ديت وابدأ فيه. لان ما فيش جملة في الانجليزي بتبدأ بفعل. الا ازا كانت جملة امر. تبدأ بالمصدر تمام? ولكن ايه بقى? حصل المنتخب الوطني المصري للشباب على البطولة الافريقية لقرط القدم. من اللي حصل? المنتخب المصري. نبدأ نقولي بقى اول حاجة اقول لك. زي اجيبشن ناشنال تيم. فور يوث ون. فور فوتبول. تمام? طب لو انا مش عارف كلمة يا مصر حاول برضو تتسندق معناها. هاتمرض في كلمة بالعربي? اي كلمة بتسويها? لحد ما توصل للكلمة اللي انت عرفتها ديت بالانجليز. تمام? نقول لك ايه بعد كده? وهذا لم يكن مجرد صدفة ولكن نتيجة تخطيط دقيق. ممكن نقول هنا ايه? this wasn't a mere chance. مير هنا اللي هي يقولوا علىها فقط او مجرد. ليست مجرد صدفة. ولكن but it was a result of accurate planning. طبعا دي ايه? نتيجة لتخطيط دقيق. فالتخطيط والدراسة المتعنية هم اسباب النجاح. planning and slow studying are the cause of success. هم طبعا ايه? اسباب النجاح. بعد كده نجي للمقال اكتب مية وخمسين كلمة عن ايه? the rule of sons. دور الابناء. طبعا موضوع جميل جدا ممكن تكتب فيه زي ما انت عاوز. حاول تكتب افكار بالعربي زي ما قلت لك قبل كده عناصر الموضوع التعبير. في ناس بتسألني تقول لي ايه العناصر? يعني زي ايه العناصر? زي موضوع التعبير يا جماعة بالزبط. شوف الكلمات الافكار اللي ممكن تكتبها في الموضوع ده. واخد كل فكرة واشتغل عليها تلات اربعة جمل. اكتب اكتر من فكرة حول تلات اربعة افكار او تلات اربعة فقرات كل فكرة ما تلش عن اربعة خمس سطور. بها استوصل العدد المطلوب وخلي بالك انت هتكتب في ورقة لان انت عندك الجزء ده جزء زي ما قلو عليه مقالة هتكتب في ورقة خارجية غير التابلت. فتسيب مسافات بين الكلمات. خلي بالك من الخط حسنو على قد ما تقدر. اوعى من الاخطاء. خلي بالك من الاخطاء لو رعيت الحاجات دي كلها ان شاء الله تجيب اعلى درجة في المقال. احنا كده وصلنا لاخر الفيديو بتاع النهاردة. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساشش عمل لايك الفيديو وتشترك في القناة وتفعلك جرس علشان توصلك الفيديوات القادمة ان شاء الله كان معكم مصر رحمد العبد من قناة دروسة علمية اونلاين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.